اشتركوا في القناة وصلت اليه مستوى التعاون المشرك القائم بين البلدين الشقيقين من تميز وعلى كافة المستويات الذي يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عهل المملكة العربية السعودية حافظهم الله جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الاجضيبية اليوم بصاحب السمو الملكي امير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز السعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة في حضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث عرب سموه عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة تعزيز اواصل العلاقات على مختلف المستويات ودفعها نحو مزيد من التنسيق المشترك بما يفتح افاقا جديدة في مسارات التعاون بما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء والزهار واشهد سموه بخطة تطوير والتنمية التي تشهدها المملكة الشقيقة على كافة المستويات في عهد خادم الحرمين الشريفين بمؤنزلة ودعم ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان السعود حافظهم الله والذي ينظر اليه في مملكة البحرين ينظر اليه بفخر واعتزاز الذي يمثل التطور والانجاز الذي تحققه الشقيقة الكبرى السعودية تطورا لنا جميعا مشيدا بالنجاحات المتوالية التي تحققها المملكة على كافة الاصعدة متمنيا للسعودية وابنائها مزيدا من النماء والزهار من جانبه عرب صاحب السمو الملكي الامير السلطان بن احمد بن عبد العزيز عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات بما يسهم في فتح مزيد من افاق التعاون الذي يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء